اهلا وسهلا بيكم طلاب الصف الثاني الاعداني مع حلقة جديدة من دروس منت العلوم تحت اشراف ورعاية وزارة تباية التعليم احنا كنا بدأنا الحلقة اللي فيت نتكلم عن الضوء ودي كان جزء جديد بدأنا نتكلم فيه واتكلمنا عن الضوء واتعرفنا عليه كان من الحاجات اللي عايزين نعرفه ان الضوء موجا كهر ومغناطسية مستعرضة وقلنا ان فيه دوق مرئي والدوق المرئي الطول الموجا بتاعه من تلتمائه وتمانئة لسبمائة نانومتر واتكلمنا على ان دوق الشمس هو دوق مركب خليط من سبع ألوان تسمى ألوان الطيف يلا بينا نشوف النهاردة هنكمل كلامنا عن الضوء ونشوف ايه المعلومات الجديدة اللي فروض نعرفه عن طبيعة الضوء يلا بينا نشوف ايه هي النهاردة المعلومات الجديدة يلا بينا النهاردة هنكمل كلامنا عن الضوء طبيعة الضوء ونقول شوية معلومات كده اتكلمناها في حلقة اللي فاتت زي ما قلت لك في المقدمة الضوء موجة كهرومنصية مستعرضة وان الضوء المرقي طول الموجة بتاعه من 380 لل700 نانو متر وقوعة تنسى ان الضوء الابيض الخاص بالشمس هو ضوء مركب من 7 الوان تسمى الوان الطيب ولو حضرت في اي معلومات عايز تعرفه عن الضوء ارجع للحلقة اللي فاتت وشوف ايه المعلومات دي تعال النهاردة نشوف بقى انوان درسنا هيكون ايه انوان درسنا النهاردة تابع الطبيعة الموجية للضوء وكلمة التابعة دي يعني معناها ان انا لسه في الطبيعة الضوء احنا لسه في اول او مقدمة الضوء لسه بقى الحس الجاي هنخش على حاجة اسمها انكسار ضوء وانعكاس ضوء والضوء ازاي ممكن نتعامل معه ونتعامل مع الاشياء الضوء ايه ازاي يبقى درسنا النهاردة هو تكملة للحلقة اللي فاتت اللي بدأناها ونبدا نتكلم فيها عن الضوء زي ما تعودنا ودايما زي ما قلت طيب ان مراجعة الاجزاء اللي فاتت هو جزء مهم جدا جدا في منهجنا نظرا لكسرة المعلومات اللي موجودة فيها لازم دايما نبقى مسكين العصاية من النص ناخد الجديد ونراجع على القديم تعال كده نشوف عايزين نتكلم النهاردة عن ايه ما الفرق بين التردد وتردد الموجة ايوة التردد عدد الهزاة الكاملة خلال ثانية واحدة لكن تردد الموجة عدد الموجات الكاملة التي يحدثها الجسم خلال ثانية واحدة موجات واهتزازات لو تردد بس عدد الهتزاز الكاملة لو تردد الموجة عدد الموجات الكاملة برضو عايزين نراجع الفرق من الزمن الدوري والزمن الدوري للموجة زي ما قلناها قبل كده واعتقد ان خلاص من قطر التكرار انت حافظتها الزمن الدوري الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة واحدة اما للموجة الزمن اللازم لعمل موجة كاملة واحدة ضوء الشمس مركب طبعا مركب من سبع الوان تسمى الوان الطيب والدليل على كده في التجربة اللي اخذناها في فيديو بنك المعرفة في الحلقة اللي فاتت عايز ترجع لها ارجع لها هتفاجأ ان احنا لو لم حرقنا الارض اللي فيه سبع الوان بسرعة رجع الدوق الابيض تاني ده دليل على ان الدوق الابيض خليت من سبع الوان مستمرين مع مراجعتنا ومال مقصود بدرجة صوت خاصية تميز بها لازن الصوت ايوة حاد ولا غليص شدة صوت يبقى اكيد قوي او ضعيف تمام نكمل مراجعتنا ايوة ما اسرع الصوت ولا الضوء خلاص حافظناها بقى الضوء موجة كارمانسية اسرع من الصوت الموجة الميكانيكية مستمرين مع المراجعة ما هي الحركة التوافقية البسيطة ياه رجعتنا يا مصر لأول دارس على الحركة التوافقية البسيطة اللي هي ابسط صورة للحركة الاحتزازية خلي بالك على الحركة التوافقية البسيطة ابسط صورة للحركة الاحتزازية ودي تمثل بمنحنة جايبي واعتنسى بمنحنة جايبي وعلى فكرة احنا قلنا التعريف ابسط صورة الحركة قالت ازاي وجاد سؤال علل بندوق للساعة حركة توفقية بسيطة كان اجابتها هو التام نسعيله من شوية ابسط صورة حركة قالت ازاي لا يزم نرجع لزمان عشان خاطر ما ننساش لان ما يجي الامتحان هيسأل في القديم والجديد مستمرين مع المراجعة دراسة حركة البندوق يعني ايه دراسة حركة البندوق انا عايز اعرف سرعيته اخبارها ايه لما يبدأ يتحرك من موضع السكون ويقل اه دي الموضع السكون بدأ الجسم يبتعد عن موضع السكون السرعة بتقل والازاحة عمالة تزيد طيب وصلت لأقصى ازاحة ما فيه السرعة والازاحة اكبر ما يمكن انزل روح لموضع السكون سرعتك بتزيد طيب والازاحة عمالة تقل 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 لغاية لما تصل الى الموضع الذي تكون فيه السرعة كما عزمة والإزاحة صفر وهو موضع من السقون مستمرين في المراجعة ما المقصود بسرعة الضوء المسافة التي يقتعح الضوء في الثانية طيب رقمها كام رقمها زي الموجة الكارمنسي رقمها زي سرعة الراديو رقمها زي سرعة الأشياء تحت حمراء رقمها زي سرعة أي ضوء مهما كان لونه 3.10.8 متر على الثانية كارن بين الضوء الأحمر ربنافسي جي طبعا حين اخترت أول لون في علوان الطيف وآخر لون تحت في علوان الطيف أول لون من ناحية الرأس الأحمر أقل تردد أكبر تلموجة أقل انحراف طبيب المنافسي جي قاعدة المنشور أكبر انحراف كمل أعلى تردد وأقل تقول موجة قانون عدد الأسنان في عجل الصفار أعلى حاجة في مسائل عجل الصفار أنها مسائل مباشرة تماما يعني إيه هو أنت حافظ القانون وبتعود بس عينيك على الزمن يعني أقول لك هو زي ما مسائل عجل الصفار سهلة حافظ القانون بتعود تعويض مباشر لكن خلي بالك من الزمن عدد الأسنان يبقى سمع عدد الدورات يبقى القانونه إيه عدد الأسنان بتساوي التردد في الزمن على عدد الدورات في الحركة الموجية نوع الجزائيات الوسط دون أن أصدق على إيه أن الحركة الموجية تهتز جزائيات الوسط دون أن تنتقل طب ودي خدناها فين دي فاكر أنبوبة المجوفة وطرف حطينا في الشمعة المشتعلة والطرف التاني شوكر أننا وعود بخور مشتعل فاكر طب أفكرك بقى لها بالشمعة حصله يهتز يبقى ده دليل أن الجزائيات تهتز طب دخان البخور عود البخور انت نقل انت نقل جوه الأنبوبة عدد الجنب التاني ما عداش وده دليل على أن الحركة الموجية تهتز فيها جزائيات الوسط دون أن تنتقل خلصنا مراجعتنا ويلا بقى بينا نشوف إيه المعلومات الجديدة عن الضوء هنبدأ معلوماتنا النهاردة بعالم اسمه ماكس بلانك العالم ده قال إيه قال خلي بالك الضوء هو عبارة عن كمات من الطاقة شوف الرجل قال إيه قال الضوء ده طاقة عبارة عن كمات من الطاقة سمتها إيه يا ماكس بلانك قالك سمناها فوتونات ماكس بلانك قال الضوء عبارة عن كمات ونبضات من الطاقة وسمى هذه النبضات وسمى هذه الكمات باسم فوتونات طيب عايزين نعرف بقى الفوتون ده انت قلت طاقة طب طاقت الفوتون دي قانونها إيه طيب هل ألوان الطيف مختلفة في طاقة الفوتون ولا لا؟ تعال كده نشوف القانون والكلام ده كله ماكس بلانك قال الفوتونات هي كمات من الطاقة مكونة للضوء طبعاً قلنا عارفين ان الضوء تطاقة تمام؟ كمل وراح قيل لنا ايه بقى؟ طاقة الفوتون تعتمد على التردد طب انت عارف الكلمة دي معناها ايه ماكس بلانك؟ معناها ايه؟ معناها حظك ان المفروض ان القانون اللي هتحسبلي به طاقة الفوتون تسوي التردد اعرف كده ما العوامل تؤثر على فلان هتجيب القانون بتاعه هتلاقي العوامل دي اللي موجودة في القانون يبقى انت بتقول لي طاقة الفوتون انت اعتمد على التردد يبقى اكيد قانون طاقة الفوتون فيه تردد تعال كده نشوف العلاقة كمان تردية ده بيقولك خلاص بقى انت عرفت باكان التردد فيه يعني كده معناها لو احنا فاهمين طاقة الفوتون يساوي حاجة في التردد ليه كده؟ قلت كده ليه؟ قلت ترضي ترضي يعني الاتنين قصاب بعت ترضي على طاقة الفوتون قصاده نعية تانية تردد يبقى فاضل حاجة مضروبة في التردد هو ده لازم نفهم انا ازعل قوي يقولك العلوم حفظ انا قلت اه في حفظ ولكن بعد فهم يبقى انت كده بتقول لي طاقة الفوتون انت عدمها على التردد يبقى خليميسك القانون في تردد كويس قلت ترضي يبقى خلي بالك طاقة الفوتون قصاده وتردد في حاجة في ايه بص بقى القانون وبدأ يظهر بقى قدام القانون طاقة الفتون تساوي سابت بلانك في التردد سابت بلانك ده مقدار سابت رقم موجود سابت لكل الأضواء يبقى طاقة الفتون تساوي سابت بلانك في التردد طيب يا مستر استنى بقى انت في بداية كلامك عن الفتونات قلت لكل لون في طاقة فتون وقلت لك طاقة الفتون تعتمد على التردد عندي معلومة مهمة سنتجتها ايه هي الضوء الاحمر اقل فتون الضوء الاحمر اقل فتون ها طب استنى بقى هو الفتون اللي ما بيقل يقصد اللي بيقل التردد كلامك مصبوط مش الضوء الاحمر اقل تردد ومدام اقل تردد يبقى من باب اولى كمان هو اقل تقت الفتون لان الاتنين بيزيدوا مع بعض ويقلوا مع بعض طب تقت الاحمر اقل فتون علل لانه اقل تردد أسكت لا أكمل ولأن العلاقة بين طاقة الفتون والتردد علاقة تردية لازم إن كان تكون كاملة ولازم نستنتج أنت يا أحمر أقل تردد أقل تردد يبقى أقل الفتون أوتوماتيك ليه علاقة تردية طيب يبقى أعلى تردد البنفسجي بقى صح ليه البنفسجي أعلى تردد ومدام أعلى تردد يبقى طاقة الفتون أعلى حاجة يبقى اللون البنفسجي أعلى فتون لأنه أعلى تردد شفت؟ نقولهم تلي بسرعة سريعة طاقة الفتون تعتمد على التردد تمام طاقة الفتون ترضي مع التردد تمام تمام كمل الأحمر أقل فتون الأحمر أقل فتون لأنه أقل تردد والبنفسجي أعلى فتون لأنه أعلى تردد والعلاقة تردية طيب طاقة الفتون إيه مع الطول الموجي؟ أقولك بعد يصدر حضرتك وقفة طاقة الفتون ترضي مع مين؟ مع التردد طب التردد علاقته ايه بالطول الموجي عكسيا شكرا خلاص اذا انطقت الفتون علاقة عكسية مع الطول الموجي يبقى طاقت الفتون طرد مع التردد طب التردد علاقته ايه بالطول الموجي التردد والطول الموجي عكس يبقى هنا نستنتج ان طاقت الفتون عكس مع الطول الموجي سلوك الضوء مع الاوساط المادية خلي بالك الضوء له سلوك مع الوسط اللي بتمشي فيه العلماء قالوا نفذية الضوء دي مهمة جدا ان الضوء يعد وينفذ الجنب التاني بتعتمد على الوسط اللي بيمشي بالضوء فخلي بالك العلماء قالوا قسمنا الاوساط المادية اللي بتحرك فيها الضوء الى 3 انواع ايه هما التلات انواع اللي مسموح للضوء يمشي فيهم ويا ترى الضوء هيمشي بكمية كلها ولا هيتحجز كمية من الضوء ولا في وسط يمنع الضوء تماما ان يعدي تعالا كده نشوف ايه هي الاوساط المادية للضوء اول وسط وسط شفاف الوسط التاني شبي شفاف الوسط التالت وسط معتم 3 اوساط عايزين نشوف يا ترى الضوء بيمشي فيهم ازاي وتأثيرهم ايه بس قبل ما نخش على الاوساط المادية التلاتة الشفاف والشبي شفاف والمعتم ويا ترى الضوء عنده قدرة ينفذ من الثلاثة بنفسك كيفية ولا لأ تعالا نبص على فيديو لبنك المعرفة بيتكلم وعايزك تبص كويس جدا على صورة الشخصية اللي جوه الفيديو شوفها بينة ولا مش بينة واضحة ولا مش واضحة ليه عشان نتكلم بعد الفيديو في بعض المعلومات اللي جات فيه يلا بينا نشوف فيديو بنك المعرفة بيقول ايه ان الضوء موجات كهروميغناطيسية مستعرضة اذا ماذا يحدث لهذه الموجات عندما تمر خلال اوساط مختلفة لاحظ الصور على البطاقات ثم اضغط على كل بطاقة لتفهم ماذا يحدث في كل وسط اذا وقفت خلف ستارة فلن يمكن رؤيتك بسهولة وذلك لان الستارة وسط نصف شفاف والذي لا يسمح بنفاذ كل الضوء من خلفه اذا الوسط الذي يسمح بنفاذ جزء من الضوء من خلاله ويمتص الجزء الاخر ويمكن رؤية الاجسام خلفه بوضوح اقل يسمى وسط النصف شفاف مثل الزجاج المصنفر والمناديل الورقية اذا وقفت خلف شجرة فلن يمكن رؤيتك على الاطلاق وذلك لان الشجرة لا تسمح بنفاذ الضوء من خلالها اذا فالوسط الذي لا يسمح بنفاذ الضوء من خلاله ولا يمكن رؤية الاجسام خلفه يسمى وسطا معتما مثل المعادن الخشب جلد الانسان ورق الشجر بعد ما تفرجنا على فيديو بنك المعرفة خدت بالك من ثلاث صور صورة لولد ويف وراء الزجاج وصورة لولد في الصورة التانية كان واقفة للسطارة والثالثة كان واقف وراء شجر او وراء شجر وعايز يقول لك ايه هنا عايز يقول لك ان هناك اوساط شفافة تسمح بنفاذ الضوء تعد الدوء كله ولو في جسم واقف في هذا الوسط سيبدو واضحا زي الزجاج زي الهوى ده وسط شفاف يسمح بنفاذ الدوء كله وكمان ايه نرى الأجسام من خلفه بوضوء طب خدت بالك السطارة شخص واقفر السطارة السطارة تعمل ايه تسمح بنفاذ جزء من الدوء طب الأجسام اللي خلفه لا توره واضحة ليه السطارة دي عملت حاجز منع الجزء من الدوء يصل للجسم فاصبح الدوء الجسم مش باين بالنسباني مش باين للعين طب وراء الشجر ده وسط معتم معتم ازاي ما بيعديش الدوء ايه دليلك هو انت في الصيف لما بتحب الجو حر وعايز ايه في حطة ضل بتقف فيه بتقف تحت شجرة ليه الشجرة تمنع نفاذ دوء الشمس وبالتالي هتلاقي الجو اسفل الشجرة اقل حرارة من بعيد عناه عشان كده اللي بقولك هي دي الاوساط هي دي الاوساط التلاتة وسط الشفاف وسط شبه شفاف وسط معتم تعالوا بالتفصيل نتكلم عنهم ونتكلم عن الامثلة بتاعتهم يلا بينا اول حاجة الوسط الشفاف وسط يسمح بنفاذ الضوء تمام اخبار الاكسام من خلفه ايه واضحة طب يدينا مثال زجاج هوى ماء الزجاج والهوى والماء اوسط شفاف نقف على زجاج جسم مباين الهوى شايفين بعضينا والماء نفس الكلام بس الماء ما يكونش السمك كبير لان كل ما سمك الماء بيزيد اعرف ان نفاذية الضوء بتقل والجسم يكون غير واضح وده اللي هنعرفه بعد شوية الوسط اللي بعده شبه شفاف هيعد شوية ضوء ويمنع ضوء لكن الاكسام من خلفه غير واضحة يسمع بنفاذ جزء من الضوء ويمتص الاخر تمام الاكسام خلفه اخبارها ايه غير واضحة زي مين الزجاج المصنفر وزي المنديل ورق لو ما نديل ورق حضاك جبته دلوقتي وحطيته قدامك مش هتشوف اللي وراه طب ايه زجاج المصنفر ده بعض الزجاج كده فيه زغارف او نقراشة كده موجودة في الزجاج ما تخيش شوفه اللي وراه وديه سعاب يحطوها مثلا فيه اماكن عايز يحطي ازاز بس فهم جاب زجاج المصنفر بدل الخشب مثلا عشان يدخل الضوء والموراه محدش يشوفه هو ده الزجاج المصنفر طيب نكمل وسط معتم لا يسمح بنفس الضوء طب والاكسام من خلفه لا نراها طب زي مين ورق الشجر ورق الشجر ما حاجي يشوفه وراه هتورق الشجر وحطها كده على كتاب هتورق الشجر ومشيه على الكلام وقولك اقرى الكلام اللي تحت ورقة الشجر مش هتشوفه طيب العسل هفر طوان عسل يسو وحط فيه تلات اربع عملات معدنين وقت اي حد من بر قوله انها حطت هنا كام عملة معدنين مش هيعرف مش هيشوفه ممكن يقولك بقى اتنين يطلعوا تلاتة اربعة مش هيشوفه تمام اللبن نفس الكلام ما بنشوفش الاجسام الموجودة جواه سؤال كده للتفكير نفكر فيه مع بعضينا لا ترى الشمعة في جوب من الزجاج المصنفر جيبنا كوب من الزجاج المصنفر حدنا جونات الشمعة ليه طبعا عشان الزجاج المصنفر وسط شيب شفاف يسمح بنفس جز ويمتص جز ولا نرى اجسام من خلفه بوضوع نكمل الى بعده لا نرى عنوان الكتاب عنده قضع وركة شجر طبعا مصر وركة شجر وسط معطب لا يسمح بنفس الضوء وكمان لا نرى الاجسام من خلفه بوضوع نكمل عدم رؤية الشواف العسل السود نفس الكلام العسل السود دوت وسط معطب برضو لا يسمح بنفس الضوء ولا نرى اجسام من خلفه طب انت ليه بتفسر كل واحدة عشان كل واحدة من دول جات سؤال عزل وهي اللي انا قلت ده والتفسير ده هو الاجابة بتاعته هل كلما زاد سمك وصل الشفاف قالك لفزيت الضق طبعا طبعا هاد شريحة ازاز الكتاب حط شريحة ازاز عليها واحدة بس هتلاقي الكلام واضح حط شريحة ازاز تانية عليها الكلام بدأ يبقى صعب شوية انت تشوفو حط ثلاثة اربعة وده دي على ايه ان احنا نبص في المياه بنشوف اول جزء فوق بس لكي تحت مش شايفينه كويس ليه عشان كلما زاد سمك الوسط الشفاف قلت نفزيت الضق زوائر تحدث عدم رؤية الاسماك اسفل نهر النيل شو طبيعي مع ان المياه شفافة لكن السمك لما بيزيد اكيد النفزية بتقل ومشوفش كويس كمان عدم رؤية الكلمات اسفل عدة شريح شفاف اثنين وثلاثة واربعة فوق كلا مش هتشوفها الضق من صفاته يسير في خطوط مستقيمة وده يفسر وجود زل لبعض الاكسان الجسم يبقى ليه زل ليه عشان الضق يسير في خطوط مستقيمة شد الاصطداء اول حاجة ايه كسي شد الاصطداء دي كمية الضق الساقطة عموديا على وقت المساحات في الثانية الواحدة تعريف ده قوي جدا 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 قانون التربية العكسي احنا قلنا يا مصر لأ للضوق اه يا مصر في قانون التربية عكسي للصوت اللي اخي يقول ايه شد السوت تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين مصدر الصوت والاظر طب هنا يا اخي شيل شدة الصوت وتكلم عشدة الاصطداء تتناسب عكسيا مع مربع المسافة للمصدر الضق والسطح يعني ايه الكلام ده يعني معناه كل ما تبعد عن الضق اكيد الاضاءة هتقلي كل ما اتقرب الاضاءة بتزيد ده شيء طبيعي اللي قاعد تحت المصباح الكهرائي كمية اضاءة عالي ابعد كل ما تبعد اضاءة ايه خلاص يبدأ شدة الاصطداء يلا بينا عالبورد بقى ونشوف اسئلة النهاردة هتكون ايه عن حلقتنا في الضق يلا بينا نشوف ايه الاسئلة عالبورد يلا بينا يلا بينا بقى نشوف ايه هي اسئلة الحلقة النهاردة عن الضق اسئلة الحلقة ما المقصود توقع كده ممكن يقول ايه اسئلة ما المقصود اللي خدنا النهاردة وانا جايبه معي وقلت لك اسئلة مهمة على فكرة طب اقول لك حاجة تانية عاليسة ختمين بيه شدة الاصطداء من اخطر التعريفات اللي بتيجي في المنك ومن اخطر التعريفات يجي في الامتحانات شدة الاصطداء كمية الضق الساقطة وبعد اذنك اوعى تنسى عموديا على وحدة المساحات في الثانية الواحدة حاجات دي مهمة جدا جدا نحفظ التعريف كامل كمية الضق الساقطة عموديا على وحدة المساحات في الثانية الواحدة مستمرين مع الاسئلة ما نص قانون التربيعي العكسي وبعد اذنك بص كويس دوق ولا صوت لان القانون التربيعي العكسي في منه للصوت وفي منه للدوق مش عايزين ننزل من الامتحان نقول يا نهار ده انا جبت جاوبت بتاع الصوت وجلي في الامتحان للدوق بالراحة وهي كلمة بتتغير شدة صوت شدة الصداء طيب يبقى تعرفها شدة الاستضاءة عشان هي يا دوق قديني قلته شدة الصداء تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بالمصدر الدوق والسطح كمل اكمل الدوق ياسير في خطوط مستقيمة تمام اكمل طاقة الفتون تساوي قانون ها هي حاجة في التردد وعلى اسم العالم ماكسي بلانك ها ايوة التردد في ثابت بلانك قانون ده يا مصدر عليه مسائل لا ايجي اني اكمل بس تمام كده اكمل من الاوساط الشفافة سهلة ده انت عندك تلاتة ده انت حاجة حواليك دلوقت هوا المعتمة ورق الشجر اما الشبه شفافة زجاج مصنفر او ورق المناديد الورق ايه كمل طاقة الفتون تعتمد على من القانون تعتمد على ايه مش ها مسلا قانون طاقة الفتون بتساوي سيبت بلانك في التردد اه يبقى التردد تمام التردد نكمل مسائل ايه سيبقى التردد تمام بتعمين عجل الصفار اه قانون التردد عجل الصفار لقنون لوحد ما تقوليش بقى عدد الهتزاة الكاملة على زمن بالثواني ولا تقولي مثلا القانون بتاع تردد الموجة عقد الموجات الكاملة على زمن بالثواني لا ده ليه قانون متفصل لعجل الصفار القانون بيقول التردد يساوي يساوي ايه عدد الاسنان في عدد الدورات كمل على الزمن ولازم يكون بالثواني تمام المساوي معاك كم سنة هنا تلتمية يبقى اشيل عادي الاسنان وعط تلتمية وبالراحة كده مسائل عجل الصفار ما فيهاش لف ودورات مسائل مباشرة حافظ قانون عوض مش حافظ احفظ عشان تحل السؤال بتاعها طيب عشر دورات يبقى في عشر على ستة بصة للزمن ثواني اطمنت اطمنت احسب بالقالة الحاسبة وده تردد اكتبت جنبه كلمة هيرتز يبقى احنا كده حسبنا التردد بتاع عجل الصفار عدد الاسنان في عدد الدورات على الزمن بالثواني نكمل بعد كده نشوف لو كنتي لاسا فكرت تعالي شوف ها النهاردة عايزين نفتكر ايه مع بعضين عايزين نفتكر سرعة الضوء تعريف ولا وحدة ولا قانون ولا ايه بالضبط لا عايز كله بقى سرعة الضوء سرعة الضوء المسافة التي يقطعها الضوء في الثانية ماشي رقمها تلاتة في عشر ثمانية ممتاز قانونها المسافة على الزمن وفي قانون تاني لو هنشتغل بقانون شرموجة التردد في الطول الموجة انت كده مية مية كده انت عملت بحس عن كلمة سرعة الضوء في المنهج كله نكمل عايزين نفتكر سرعة الضوء تعريف ولا رقم ولا ايه بالضبط تعريف مسافة يقطعها على الضوء في الثانية طيب بعد ايه حضرتك كمل طيب رقمها تلتمية واربعين متر على الثانية تمام فكرنا الطول الموجة للدوق المرئي فكرة رقمها كم من تلتمية وتمانين الى سبعمية متر لا ملي متر لا مايكرو متر لا انزل كمان نانو متر من تلتمية وتمانين الى سبعمية نانو متر ده الدوق المرئي طيب الموجات الفوق سمعية فوق سمعية فوق عالية يبقى اكتر من عشرين الف مش عاجبك عشرين الف هرتز ولي عشرين كيلو هرتز تمام نزل يا بعض طيب السمعية لا يتراوح من عشرين لعشرين ألف هرتز او من عشرين لعشرين كيلو هرتز اللي عجبك اه متر موجات فوق سمعية في الحروب حروب كشف عن الألغام طيب والصناعة تعقيم المواد الغذائية وبكده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة أتمنى أن كل استفدتوا كويس جدا النهاردة راجعنا عن الضوء خدنا معلمات كديرة عن الضوء الحصة الجاية نتكلم عن أهم ظاهراتي للضوء الإنعكاس الضوء والانكسار الضوء يا ترى إيه المعلمات بتاعت الإنعكاس والانكسار بقى انتظر الحلقة الجاية ونشوف الضوء يحصل له إيه إزاي بيينعكس وإزاي بيحصل له انكسار نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته